أخ أحمد أهلا وسهلا أنت معانا على الهواء أهلا بيك أخوة الغالي نزار ربي باركك وشكرا لك على البرنامج الرائع اللي بتعملوه بشكرك برضو علشان خاطر استضارتك لأخوة الغالي الدكتور يوسف رياض هو ما يعرفنيش لكن أنا أعرفه لأنه الحقيقة من بدايتي وأنا تعلمت منه كتير وهو الأخ مار صمويل لكن الأخ يوسف رياض الحقيقة تعلمت منه كتير ربنا باركك أشكرك على الاستضافة شكرا أخويا على كل اجتهاد أنت بتعمله الحقيقة أخوة الغالي أنا يعني فيه كتير جدا جدا بتواجه طبعا مع أخواتي المسلمين فبتسأل سؤال يعني هو يعني يقولوا يعني كلمة الدم بتشير إلى القتل والهلاك والإبادة لو الدم كده يعني هو طريق الله للغفران الإلهي يعني يعني ده يعني إن الله إله دموي فأحب أسمع إجابة من أخويا المهندس يوسف رياض على السؤال ده تكون شافية ووافية يعني وبشكرك مرة تانية أخوة الغالي وربنا يبارككم ويبارك خدمتكم يا رب شكرا حلو ربنا يباركك ويحميك يا أخ أحمد وفعلا سؤال سؤال كتير مهم تفضل أخي يوسف يعني من جانب الدم فعلا بيتكلم عن القتل وعن الإهلاك وأنت ذكرت في دينوني وفي بركي بصدت أنا ذكرت إنها الدم فعلا يعني مثلا لم يكن دم هبيل بيشفع في قيين بالعكس ده دم أخيك صارخ إلي من الأرض أنت ملعوم من الأرض اللي فتحت فيها لتقبل دم أخيك ونفس الحكاية دم المسيح مش أقل من كده لا ده أكتر من كده بما لا يقص وحيجلب على كل الرفضين لعنات ودينونات لما قالوا دم علينا وعلى أولادنا أنا أعتقد إنهم مش قادرين يعرفوا حتى اللحظة يعني الكلمة المجنونة اللي هم قالوها لكن حيعرفوها في المستقبل لكن من الجانب الآخر الدم هو مصدر الحياة أنا محتاج مثلا واحد يتبرع لي بدمه لما بكون مثلا بعمل العملية أو نزفت دم كتير فالدم مش كله بيتكلم عن جانب سلبي لكن في جانب إيجابي طبعا بالنسبة للرب يسوع المسيح الذي فدانا بدمه إحنا استمتعنا بخلاص وغفرانه على حساب دم المسيح لأن الدم يكفر عن النفس وجبنا سيرة إن عاملنا الصلحة بدمي صليبي صالحنا مع الله ومع الناس غسلنا من خطيانا بدمه يجعلنا ملوكا وكانا ففي بركات في الدم وطبعا في لعنات إحنا أشرنا للعنات وأشرنا للبركات وعلى الأخ العزيز أحمد أنه يعني يوازم بين الأمرين أيوة في بركات في الدم طبعا وفي لعنات إذا رفض ذبيحة الرب يسوع المسيح وأنت ذكرت الآية من العبرانيين من ازدراء بروح النعمة بالضبط وحسب دم العهد وحسب دم العهد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة